سفينة لبنان وعاصفة حزب الله معي اللي مناقشت هذا الموضوع الدكتور محمد قواص وأنا معي الكاتب الياس حرفوش مما لا شك فيه أن لبنان اليوم في عين العاصفة يعاني من أزمة بنيوية اجتماعيا وسياسيا الأوضاع الاقتصادية المتردية نسبة الفقر يا عبد العزيز في لبنان هي حوالي 40% البطالة بين الشباب المتعلم بين 35% و40% وجود مليون ونصف لاجئ سوري في لبنان الحقيقة لا يساعد الأوضاع الاقتصادية استفاف سياسي خطير للغاية معظم المؤسسات السياسية في حالة غيبوبة البرلمان اللبناني جدد لأعضائه لمدة سنتين ليس هناك من رئيس الجمهورية الحكومة الموجودة لا تستطيع الحقيقة القيام بأمور الدولة ومنها أزمة النفايات أزمة النفايات الحقيقة تعكس شلل الحكومة في ظل هذا الوضع المعقد والخطير السؤال لأينا اليوم ما هو تداعيات توصيف حزب الله من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج كمنظمة إرهابية تداعيات هذا التصنيف على السلم الأهلي والصراع الدائر في المنطقة نحن نريد شباب اليوم أستاذ الياس أستاذ محمد أن الحقيقة فهم المعضلة الرئيسية هل تستطيع النخبة السياسية اللبنانية إدارة الصراع أو تراكم التحديات والمخاطر يمكن أن يؤدي إلى انفجار سياسي وخطير يدمر ما بقي ليس فقط من المؤسسات ولكن البلد بالطبع لبنان عانى كثيرا من عدة عوامل ولعل هذا العامل الأهم والذي أصاب الدولة اللبنانية في مقتل هو وجود حزب الله وتوسعه وتمدده على حساب الدولة اللبنانية مشاكل لبنان بدأت من وجود دولة خارج الدولة لو كان حزب الله غير موجود هل كانت لبنان تعاني من كل هذه المعضلات لا وجودة لرئيس هذه المشاكل الاقتصادية وغيرها بلد أصبحت لا سلطة لا أحد فيها سلطة الحزب تدير الدولة وتدير كل مؤسسات الدولة تقريبا وتعرقل وجود رئيس جمهورية وتعرقل أيضا انتماء لبنان لعروبة ولمحيطه العربي تدخل الشباب اللبنانيين في سوريا نحن لا نتكلم فقط عن أنهم شباب حزب الله لكنهم في النهاية هم شباب من لبنان تدخلهم في سوريا قيام الحزب بعمليات وعدة إجراءات وعدة مخططات في دول الخليج وفي الجزيرة العربية في اليمن وما كشفته السلطات السعودية من وجود قادة لحزب الله في صعدة وفي المناطق اليمنية يحرضون ويدربون ويجهزون الحوث إلى عمليات في الداخل السعودي ما اكتشفت في السلطات الكويتية من وجود خلية لحزب الله ومتفجرات وغيرها البحرين عدة مرات تكتشف وغيرها من هذه العوامل ما الذي يدعو لبنان أن يدفع هذه فاتورة فاتورة حزب الله هذه هي المعضلة أنا أعتقد أنه ضعف دكتور فواز ضعف المؤسسات اللبنانية وهيمنة حزب الله عليها لا يمكن وصفه إلا بتعبير بسيط جدا أنه لبنان حاليا هو بلد مخطوف بالكامل من خبل حزب الله يعني وتقريبا حالة البلد إذا بدوها سيوصفها بشكل دقيق هي حالة المخطوف في الموضوع في زنزانة أمام الخاطف يعني من المسير للانتباه ما قاله بالأمس رئيس الحكومة اللبنانية الذي وصف تماما هذا البدء أنه نحن عاجزوها على قيم بأي شيء فتفهموا ظروفنا يعني هناك مشكلة أنه في النفس الوقت الذي يطالب لبنان أو المسؤولين اللبنانيين دول الخليج بتفهم ظروف لبنان وتفهم عجز لبنان عجز المؤسسات السياسية اللبنانية عن مواجهة عملية القطف هذه في نفس الوقت دول الخليج تجد نفسها محرجة ومضطرة لاتخاذ إجراءات لحماية نفسها من تداعيات التدخل للحزب الله في مصالحها المباشرة في الدول المحيطة بها أول ما أعطي الكلام لأستاذ محمد لأنه يعني يبدو مع أنه الأستاذ عبد العزيز والأستاذ ياس أنتم حملتهم المسؤولية بالكامل لحزب الله هذا الحقيق النتيجة الكاملة بالنسبة للعملي مما لا شك فيه أن هناك أزمة بنيوية خطيرة في لبنان أزمة نخبة أزمة دولة أزمة سلطة تورط حزب الله في سوريا طبعا له تداعيات خطيرة على الدولة والمجتمع ولكن لا يمكن أنا أتكلم بتحليل بقضية تحليلية لا يمكن الحقيقة إلقاء كل اللوم على حزب الله لأن هناك مشكلة تتعلق ببنية الدولة مشكلة تتعلق بالاستفاف السياسي الخطير حزب الله جزء من هذه الأزمة وليس هو الأزمة قبل حزب الله كان في أزمة والآن حتى لو وجد حل لدخول حزب الله في سوريا في عندك حل والسؤال الرئيسي أنا أتسأله كمان أطلب من سيد محمد أنا أضع نقطة على الطاولة ويمكن نقطة خطيرة للغاية هذه الأزمة البنيوية التي نعاني منها في لبنان هل بالفعل وصلنا إلى مش كلام مفترق فرق يعني كلام إلى نقطة فارقة تاريخية هل هو الحقيقة نتحدث الآن عن أزمة حزب الله أو انحلال العقد الاجتماعي الذي جدد في الطائف هل بالفعل التحايل على الأزمة أنا متكلم بصراحة وبتحليل نحن اللبنانيين دائما نتفن رؤوسنا في الرمال نتحايل عن الأزمة البنيوية بلوم المستقبل يعني الحريري أو حزب الله أو لوم فلان الأساسي الحقيقة أزمة نخبة سياسية متجزرة بنيويا اجتماعيا والسؤال الحقيقي اللي يتمنى أنه نحن نساعد بعضنا والمواطن اللبناني والعربي هل بالفعل نحن بعاجه إلى إعادة تركيب إعادة بناء الدولة اللبنانية لأن الدولة فاشلة وليس فقط إلقاء اللوم على جزء أو فصيل سياسي أو اجتماعي في الولايات سوف أبواث حضرتك طلحت موضوع له علاقة ببنية الدولة طبعا أي دولة في العالم بإمكان أن تغير دستورة وبإمكان أن تذهب إلى حتى إلى مؤتمر تأسيسي كما يدعو سيد حسن الصلاة في هذا المجال لكن ليس تحت سطوة السلاح والميليشيا وسطوة تفرد معين في تونس في الجزائر في أي دولة عربية لا تحدث عن دولة أوروبية لكن محاصل في لبنان وأن هناك استثناء في هذه الدولة أن هناك حزبا يمارس ميليشيا في البلد هو الحزب الوحيد المسموح له أن يتسلح من غير اللبنانيين هو ينافس الجيش اللبناني في نوعية سلاحه ويأخذ قرار الحرب والسلم في لبنان وبالتالي أي كلام حق في ظل هذه الظروف لكن السؤال الكبير هل يتحمل لبنان دولة وشعبا وحكومة ما يجري حاليا داخل لبنان أشار زمين الأستاذ الياز حول تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية تمام السلام الذي قال نحن ليس باستطاعتنا أن نزيل سلاح حزب الله وهذا كلام حقيقي وجدي عندما كان هناك سلاح فلسطيني في لبنان أيام من نظمة التحرير ليس اللبنانيين من أزال هذا السلاح هناك قرار دولي وإقليمي تدخل في هذا الشأن وليس مهمة لا الجيش اللبناني ولا مهمة طيار المستقبل ولا مهمة أي مواطن لبناني أن يتصدى لتسليح إقليمي له حسابات أخرى واضح جدا أن هناك تحرك دولي حاليا أمريكي وأوروبي وحاليا خليجي وبدأ أيضا من إعلان تونس وزار الخارجي العرب وقد يمتد أكثر إلى جمع الدول العربية لاتخاذ قرار إقليمي دولي ضد حزب الله أو لضبط حزب الله لكن أن يتحمل اللبنانيون شعبا وحكومة مرد ذلك وهي طبعا النقاش حول نجاعة القرارة الخارجية الأخيرة هذا السؤال البسيط جدا كيف يمكن السماح لفئة ما داخل المجتمع اللبناني أو أي مجتمع عربي أو حتى أي مجتمع في أي مكان في العالم أن تقيم دولتها وتقيم حزبها وقواتها العسكرية داخل هذه الدولة خارج إطار هذه الدولة هذه مسألة قانونية يعني مش مسألة فقط لكن المرتبة كلها متورطة في هذا الموضوع بالضبط يعني طبعا نحن نعرف تماما أن حزب الله هو عميل إيراني هو ممثل لإيران وحتى حسن نصر الله يفتخر بأنه مندوب لولاية الفقيف وتحدث كثيرا عن الجمهورية الإسلامية يعني مشروع واضح هو مشروع تدمير لبنان كدولة متنوعة كدولة فيها المسيحي وفيها المسلم وفيها أطراف أخرى يعني هذا التدمير واضح تماما كيف يقبل الشعب اللبناني بوجود هذه الميليشيا الداخلة طبعا لا حول له ولا قوة كما قال رئيس طالما نحن بإيران صديق واحد ضد ثلاث يصارو العودة الحقيقة في عدة أسئلة هنا طبعا بطريقة الحقيقة المواطن العربي والمواطن اللبنان يعني بالفعل حزب الله هو قوة ضاربة عسكرية ليس فقط في لبنان في الإقليم تقييم المؤسسات الغربية بما فيها الإسرائيلية أنه حزب الله لم يعد منظمة إرهابية كما كانت تنظر إليه إسرائيل حزب الله الآن جيش بكل معنى الكلمة جيش بكل معنى الكلمة ويقول المحللون الإسرائيليون أنه من غير الأخلاقي والمنطقي والتحليلي يوصف حزب الله بالحزب الإرهابي لأنه أصبح قوة ضاربة عسكريا وقتاليا وإسراتيجيا النقطة الأولى النقطة الثانية يعني في عدة يعني علمان أن الإسرائيل ليس مرجع أيضا طبعا وعلينا أن لا نستعين بالمؤسسات الأمريكية النقطة الثانية مما لا شك في في أي دولة دائما أهم كاتب سيسيولوجي بالعالم الذي هو ذيب الكاتب يقول أنه الدولة هي القوة الوحيدة التي عليها أن تملك قوة السلاح دولة أخرى تملك السلاح ليس بدولة لا يمكن أن يكون دولة داخل الدولة هذا سيسيولوجيا يعلمني في لبنان الحقيقة في نشوء منظمات غير حكومية ليس فقط في لبنان وهذا يدل على الحقيقة ضعف الدولة الوطنية هذا واقع السؤال الرئيسي يا سيد محمد ليس إذا كان حزب الله يملك ترسانة عسكرية كيف يمكن الحقيقة الدخول إعادة بناء هذه الدولة التي لا يوجد فيها قوة غير حكومية قوة لا تمثل وطبعا أنت تعرف أكثر مني أنه قضية حزب الله دائما يأخذ معادلة أنه الجيش والشعب والمقاومة لأنه يعرف تماما قيادة حزب الله تعرف تماما أن هذا الواقع هو واقع غير عملي يعني نظريا لا يمكن أن تكون قوة موجودة بالسؤال الرئيسي كيف يمكن أن تتحدث عن قرار دولي بكل صراحة تحليلية وأنا أتابع هذه ليس هناك لن يكون هناك قرار دولي لا يمكن وأقولها بك إلا نحن اللبنانيون نحن الوحيدين الذين يمكن من خلال طاولة ليس طاولة حوار كلام علفاضي إن شاء الوصول إلى عقد اجتماعي جديد يغير من هذه المعادلة المعادلة برأي أنا التي تضر ليس فقط في السلم الأهلي تضر بسمعة حزب الله لأنه الحقيقة حزب الله قسر الكثير بعد 2006 لأنه كان ينظر إليه على أنه الحقيقة قوة لبنانية والآن انخراطه بالصراعات الإقليمية أضر بحزب الله قاعدته الشعبية ليس فقط في لبنان ولكن في المنطقة كل ما أخيرا يعني من الخطأ كما كان أساس عبد العزيزة في الحديث أنه حزب الله أداة أو ذراع لإيران كل الدراسات الأجنبية دراسات أكاديمية مهمة طبعا حزب الله يتأثر إلى درجة عميقة بالسياسات الإيرانية ولكن حزب الله بدأ ينخرط ويتجزر في العملية السياسية اللبنانية جزء لا يتجزأ من التركيبة السياسية اللبنانية عضو فاعل في التركيبة السياسية وبالفعل بدأ يتغير كل الأشياء ذي لأنه ديناميكية الإنخراط العملية السياسية بدأ يتغير الأسوأ يمكن بدأ يتغير قبل ما يمكن تكلم مع الأستاذ الهيزة لو افترضنا أن كلامك صحيح على أنه من حق حزب الله أن يمارس ما يمارس مع أنه أنت ما قلت صراحة لكن أنا فهمت منك أنه كأنك تشرع وجود حزب الله بهذه القوة وبهذه لا بس ما أنت الكلام لو افترضنا أن دولة سنية كبرى في المنطقة مثل إيران لديها كل التجزيم أقامت في لبنان جهازا مماثلا لحزب الله وسلحتها ومولتها وأعطتها كل الشرعية الإقليمية لكي يعمل ما هي تريدها بالضبط مش زعماء سياسيين تمولهم فقط المال يدخلون في الانتخابات لا جهاز عسكري كامل ميليشيا عقدية تأخذ المنح السني المتطرف يكون لديها نفس الشعارات حزب الله الطائفية هل تقبلها وتقول هذا جزء من اللعبة اللبنانية وقبلت داعش لماذا قاتلوا داعش سيطرة داعش في العراق أنا بدي أقول الشغلية بالنسبة لحزب الله ومتأسف على قصة واحد تجاه ثلاثة بس نحن نقاش نقاش أنت المفروض معه أنا بأتقي الأخطر أمرين عملهم حزب الله في لبنان أولا استغلال المواجهة مع إسرائيل لأهدافه الخاصة يعني نحن صفقنا لحزب الله سنة 2000 لما فعلا نجح في إخراج إسرائيل من لبنان وكان مفروض الجيش اللبناني يلعب هذا الدور مش حزب الله بس حزب الله نجح في ذلك الوقت في تدمير القوة العسكري الوحيدة للدولة وهذا يحسب له لأنه يفترض بهذاك الوقت أن الجيش اللبناني يلعب هذا الدور مش حزب الله بس الجيش اللبناني لم يكن لديها القوة أو القدرة على القيام هذا سؤال طويل لماذا هذا سؤال آخر بال2006 نفس الشيء افتعل حزب الله تلك الحرب المدمرة حتى بعدين بعد تدمير لبنان قام حسن نصر الله يقول أنه لو كنت أعرف النتائج ما كنت أخدمت على ما أخدمت عليه هذا بعد تدمير نصر البلد هذه واحدة النقطة الثانية بالنسبة للعملية السياسية التي قلت عنها دكتور فواز نجح حزب الله في تدمير الطائفة الشيعية تدميرا كتدمير الطائفة الشيعية ككيان لبناني وخطفها باتجاه إيران الطائفة الشيعية التي نعرفها نحن في لبنان نحن يعني عايشين في لبنان كنا الطائفة الشيعية التي يتعامل معها اللبنانيون اليوم إضافة إلى خطف لبنان خطف هذه الطائفة جنة المشاريع وعمل تركيب اجتماعي جديد في الطائفة حيث يماثل تماما ما فعلته الثورة الإيرانية بالشيعة في إيران عدنا أن أناقش بعض التعبيرات التي التعبير الأول الذي يقول أن حزب الله هو تابع لإيران هم فخورون فخورين بذلك إلى درجة معينة يعني سيد حسن أصري يقول نحن جنود عند الولي الفقه بآخر مقابل الوزير الداخلي لبنان وهذا المشنوق يقول أنه هناك وزير داخلي الحكومة اللبنانية أثناء الأزمة الأخيرة يقول لو خيرنا بين الخيار الإيراني وخيار الإجماع العربي فنحن مع الخيار الإيراني وبالتالي هم يعني واضحون بهذا الشكل لكن من ناحية أخرى حزب الله هو جزء أساسي من النسيج الاجتماعي والسياسي في البلاد هذا لا قبار عليه يمتلك يمتلك جمهور على المستوى الانتخابي وعلى مستوى الحقيقي ونحن في لبنان أو رأينا كمراقبين ليس بخيارات حزب الله حتى لو كانت خياراته قريبة من إيران لأنه قد تكون خياراته قريبة من مصر أو قريبة من المملكة العربية السعودية لكن خلافنا الوحيد هو أنك تستخدم ما لا يستطيع الآخر أن يستخدمه وتستخدم أيضا السلاح للتلويح بما هو مفاوض السلاح بمعنى السيطرة والهيمنة على التركيب السياسي اللبناني التي أشرت إليها تماما دكتور فواز أن هناك مشكلة في التركيب السياسي اللبناني لكن هناك أيضا مشكلة في التركيب السياسي المصري ويمكن السعودي ويمكن الوحراني لكن المشكلة في لبنان أننا نريد أن نفرض خيارا دستوريا جديدا عماده السلاح أنا وياك ما في أن أعود على الطاولة إذا كان واحدنا مسلاح أي اختار الشعب اللبناني هل يحق له اختيار ما بين الخيارين الموجودين الآن على الساحة العربية والإقليمية خيار الذي يسلح ويجيش ويبحث عن العنف ويدمر ويتعامل من مقاومة الممانعة ضد الشعب السوري ويدخل الشباب اللبناني في معارك لا علاقة لهم فيها أو الخيار العربي الذي يبني والذي يدعم اقتصاديا والذي يوظف كل الدعم التنموي والدعم السلمي وليس الدعم العسكري التجييشي الطائفي الذي هو يقدم من إيران أدت نقطة يا شباب النقطة الرئيسية الواقع الحالي غير واقعي غير طبيعي يعني أنت عندك قوة عسكرية إقليمية ضاربة الدولة هي الحقيقة أضعب كثير منه هذا وضع غير طبيعي لا أحد يقول غير ذلك السؤال الرئيسي نحن لا نقول أنه وضع غير طبيعي السؤال الرئيسي الأول كيف يمكن تغيير المعادلة بدون سقوط الدولة والمجتمع النقطة الأولى هذا كلام خطير للغاية وأنا أتحدث بطريقة تحليلية للغاية وفرنسا تعرف والولايات المتحدة تعرف والدول الأوروبية تعرف أن أي تغيير لهذه المعادلة تتطلب تتطلب تغييرا جزريا في طبيعة النخبة حوارا إسراتيجيا داخليا لبنانيا النقطة الأولى النقطة الثانية ما يحدث في المنطقة هو ليس صراع بين العروبة وإيران صراع محاور محاور سياسية أنت عندك حرب أقليمية ضاربة الشوارع العربية التي كانت في سوريا والعراق واللبنان واليمن وأصبحت جزءا لا يتجزأ من سياسة المحاور نحن في لبنان الحياة تاريخيا كنا جزءا لا يتجزأ من سياسة المحاور بالخمسينات بالستينات بالسبعينات كانت سوريا هي القوة الضاربة تغير الوضع الآن إيران والمملكة العربية السعودية القوتين الضاربتين وهو ليس بين حزب الله لا أعتقد أنه ينكر أنه هو عربي بالعكس يفتخر حسن نصر الله بأنه يشبه نفسه بعبد الناصر ويقول أن عبد الناصر ليس النقطة الأخرى لنعود إلى لب الموضوع لأنه أنا بحاجة بالفعل أنا وغيري من كل لبنانيين السؤال الرئيسي الذي نريد أن نفهمه الآن ليس هو الإدانة أو عدم أنا لا أدافع عن حزب الله هذا كلام أنا أدافع عن لبنان لازم واحد يدافع أنا لا أدافع عن حزب الله ولا أي تنظيم سياسي ليس تحليليا هنا السؤال الرئيسي ما هي تدعيات الأزمة أو الأزمات الأزمة البنوية ما اعتراكم الأزمات على الواقع اللبناني هل نحن بالفعل أنا قراءة متواضعة أن اللبنانيين الحقيقة أسكية للغاية ليس لأحد من النخبة والأطراف في تدمير البلد كل الأطراف تحاول إدارة الصراع رد حزب الله حتى الآن على الخطوات يبدو أنه هادئا إلى درجة ما السيد نصر الله قال هو بصراحة أن السلم الأهلي خط أحمر ليس هناك من تصعيد الرئيس رفيق الحريري على رغم من أنه حمل حزب الله مسؤولية الأزمة الأخيرة ولكنه لا يريد قطع شعرة معاوية مع حزب الله قال أن الحوار موجود والدولة وهذا يدل الحقيقة أن هناك نوع من النج السياسي في لبنان أريد بس أن أشير بشكل أولا دي ترجمة ندوه بعد الفاصل وممكن أن تضع لو سمعت شكرا للموضوعنا عن لبنان وحزب الله هذه العصفة التي تمر بها الآن الدولة اللبنانية لكن تحدثنا طبعا عن الأسباب والمشاكل والوضع الحالي الذي وقعت فيه اللعبة السياسية في لبنان بعد هذا الموقف الخليجي والعربي وزراء الداخلية العرب أيضا كان لهم موقف واضح لكن المسألة والتي يجب أن تطرح ما هي الحلول المقترحة للتفادي أن تذهب الأمور إلى أسوأ مما هي عليه الآن كنت أريد أن أعقب على كلام الدكتور أيضا وهذا مدخل جيد للدخول في موضوع الحلول أولا الكلام أنه على اللبنانيين أن يجلسوا بين بعض وبعض وتنحل هذا كلام فيه أخلاقيات كبرى لكن ليس كلام واقعي كلام الواقعي أنه سلاح حزب الله حاليا هو سلاح إقليمي ومن هو مسؤول عن هذا السلاح ممكن أن نقول ليس فقط إيران مسؤول عن هذا السلاح إيران استغلت وجود ثغر عربية كبرى نظام العربي بأكمله كان جزء من غض الطرف كان يبارك كان يتحدث عن بطولات المقاومة وعن ضرورة التحرير إلى آخره فأنشأ هذه المنظومة اليوم مطلوب من لبنان من خلال ما فهمناه من خلال الإجراءات الخارجية الأخيرة أن يدفع ثمن ما كان العرب كلهم مسؤولين عنه أنا رأيي أنا رأيي حتى أذكر أن الهبة السعودية التي قدمت للجيش اللبناني قدمت للجيش اللبناني وحزب الله هو جزء من التركيب السياسي اللبناني والمملكة العربية السعودية أيضا يمكنني كلها أهداف أخرى أنها لعمل حقيقة جيش لبناني يستطيع أن يطلع إلى دواره بدلا من هذه الميليشيات التي هي خارج عن القانون ومختلف حاليا أن المملكة العربية السعودية بدأت تشعر أن الهبة للجيش اللبناني قد تذهب إلى حزب الله وبالتالي غير مطلوب من اللبنانيين الدفاع عن لبنانيتهم المطلوب من كل الأطراف نتحدث عن أطراف الجامعة العربية أن تحدد موقفة صريح بهذا الشأن واضح جدا أنه في مؤتمر في مصادر من تونس كان هناك تحفظات وبعد ذلك عودي عن البيان الإداني هناك طبعا اجتماع بالجامعة العربية نريد أن نفهم أكثر اجتماع للدول الإسلامية للقول لتحديد هذا الموقف من موقف من الدولة هل بإمكاننا الاستمرار بمنطقة الدولة تحت مسميات شريفة ومقاومة إلى آخره أم يجب أن يقوم هذا الجهد الإقليمي زائد الجهد الدولي لمساعدة اللبنانيين نحو هذه الحلول يعني أنا طبعا ما في شك أن المخرج الأفضل للأزمة الحالية أن يجدوا اللبنانيين معا ويتفاهم المشكلة وان نرجع من يعني الكلام نفسه بالنسبة للأنا وصفته بالخطف إذا ملاحظ الكلام الأخير للسيد حسن نصرال الذي وجهه ردا على الإراءات الخليجية السعودية والخليجية أنه يا أخي اتركونا بحالنا أننا نتنبئ أمورنا هذا الكلام نظريا جميل بس عمليا ماذا يعني في الوضع الحاضر عمليا يعني أنه أنا أدير لبنان كما أريد وأتدخل في الخارج كما أريد طيب يترك السوريين في حالهم يعني هذه المشكلة أنه أنا ردا على البحث عن مخرج سياسي للوضع الحاضر ما في شك يعني ناخد مثلا رئاسة الجمهورية المعطلة حاليا هل يمكن أنه واحد يفهم بعقله الطبيعي أنه هناك مرشحين لرئاسة الجمهورية حليفين لحزب الله مش خصوم حليفين لحزب الله ومع ذلك الحليفين لحزب الله المرشحين للجمهورية لا يذهبان إلى مجلس النواب وهن مرشحين طيب من مين بيكون عبر عطلة لأنه يريد الدولة معطلة كيف يمكن الفرور من هذا المرأة يعني إذا جابوا له اثنين من مرشحين من حلفاء من أخلص حلفاء والطرف الآخر هو الذي يختارها وهو الذي يعطل ويرفض ما رأى أنه لا يريد أن يكون هناك دولة لبنانية حقيقية لها رئاسة يعني بالفعل دورك صعب يا دكتور بالفعل يعني أصبحت المشاكل والأزمات مرتبطة ببعضها البعض وكل عمرها في المشرق العربي الأزمات والمشاكل مرتبطة ببعضها البعض يعني لبنانية لا يتجزأ من الواقع العربي والمشرقي عندك الآن حرائق مشتعلة متمددة عندك حروب أهلية طاحنة حتى الآن وهذا شيء جميل يحسب للطبقة السياسية اللبنانية في إدارة الصراع أن الحرب الحروب والحرائق لم تمتد وتبتلع لبنان حتى الآن ومتصور هذا دليل أنه كمان إيران والسعودي لا تريد تفجير أكثر من ذلك لحتى الطبقة السياسية ومن هنا ودليل آخر دكتور فابغيسوري بس أعطى أنه هناك استسلام من الطبقة السياسية اللبنانية بالكامل لأنه ما عنده قدر تعمل شيئا لا ليس فقط استسلام بالعكس أنا بالعلوم السياسية الحقيقة في شيء اسمه واقعي وفي شيء اسمه أخلاقي وفي شيء اسمه حقائق على الأرض وفي مساومة على الوقاع الرئيسي على الأرض السؤال الآن كيف يمكن الخروج من هذا المأسق أنا سألت سؤال وعلينا أن نفكر فيه جديا في ظل هذا الإصدفاف في ظل هذا الواقع المعقد يعني أنا لا أتوقع ولا أحد يتوقع أن يقبل حزب الله بأتخلي عن سلاح ولا أعتقد كل قراءاتي ودراساتي أن هناك قوة إقليمية أو دولية هي لديها الرغبة أو الإرادة في يعني كالآن هذا مش موجود لا في سوريا ولا في العراق ولا في مش موجود قضية التدخل لا الإقليمي الآن أنت عندك حراءة مشتعلة السؤال الرئيسي الآن كيف يمكن عندما أقول للبنانيين هل بالفعل نحن وذكرت كلمي أنت عن الشريحة الشيعية في لبنان يعني أنا لو كنت شيعي في لبنان بقول صراحة أنا أتكلم تحليليا يعني أنظر إلى الحزب كسلم اجتماعي هذا بتاريخيا حزب الله يعني العديد من الشريحة اللبنانية يا سيد عبد العزيز وأنا أتكلم كلبناني هنا وليس كمحلل ينظرون إلى الحزب على أنه سلم اجتماعي يفتخرون بالحزب بأنه الحقيقة أعطاهم رمزا وقوة هذه أداة هناك سياسيون هناك سياسيون شيعا حاليا في لبنان لا ينظرون إلى الحزب الله إلى درجة معين ولكن قاعدة السؤال كيف يمكن نرجع على كيف أن نخب اللبنانية بغض النظر أنت عندك المواطن مغيب عن الموضوع هذا كيف يمكن إعادة بناء الدولة اللبنانية لا يمكن القرور لأن هذا التحايل عن الأزمة البنيوية يعني المؤسسات يعني الواقع هذا سوف يؤدي إلى خيارين الخيار الأول هو الحقيقة البقاء حيث نحن المداولة في التحايل على الأزمة البنيوية أو الخيار الثاني الدخول في مواجهة تدمر كل شيء وهذا ليس موجود دكتور فواز الآن المسألة مسألة بسيطة جدا مسألة بسيطة جدا هل يقبل أي نظام سياسي أو أي دولة أو أي مجتمع وجود جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة هذه البساطة ثانيا كل الذي يحدث الآن من موقف خليجي ناتج من من الأعمال العدائية لحزب الله داخل الخليج وهي بالتالي لما يقول تركونا في حالنا هل هو ترك الخليجيين في حالهم هل هو ترك السوريين في حالهم هل هو ترك المصريين في حالهم هو نفسه مصدر خطر نحن إذا جئنا نتحدث عن أن اللبنان ينعم بهدوء يجب أولا أن يتم تقليم أظافر هذه العصابة البرهابية التي هي خارج إطار الدولة أعطيك البسط الآن في ظل هذا الواقع الخطير والمعاقد في ظل هذا الاصطفاف نحن سؤال الأول كيف يمكن تغيير المعادلة حزب الله لا ينظر إلى نفسه على أنه تنظيم هو حرب ينظر نفسه لكن الواقع شيء الحل هو تقليم أظافر فقط المعادلة حزب الله تقول أنه جزء لا يتجزأ من الشعب والجيش وهذه نظرته هو وهو يصر على ذلك في خطاب الأخير أصر نصر الله أنه هذه المعادلة تستمر المشكلة سؤال الرئيسي تقليم سؤال خطير جدا تقليم من هي القوة أو القوة التي سوف تأقلم أظافر حزب الله إذن هذه المشكلة مستمرة أنا مع الأسف بدي أقول شغلي يعني صريحة يمكن أن يكون حادة في صراحتها أنا بعتقد أنه وصلنا لوضع في لبنان لن يمكن الخروج من هذا المأذق مع حزب الله إلا بيتدخل خارجي للقضاء على هذه المشكلة القائمة حاليا في لبنان لا تستطيع أي قوة لبنانية في الوقت الحاضر أن تعالج هذه الأزمة وأنا أقول ردا على السزوة أحترم رؤيتك إلى درجة كبيرة هذا خيار تدميري أختار حزب الله هذا الخيار لا أنا أتكلم تتحذيلية لا أتكلم يا أساس ما في حل هذا الخيار هذا خيار هذا خيار تدميري لما تبقى من المؤسسات المشهولة هذا خيار كما وصفته تدميري لكن أيضا خيار حتى الآن غير وارد طبعا بالفعل ليس ماجهد لا على المستوى الدولي ولا حتى على المستوى السرائل طبعا السرائلين عندهم تقارير تقول نحن نستعد الحرب إلى آخر لكن أريد أن نعود إلى مدخلك وهو مدخل مهم جدا وهو موضوع الحوار الداخلي إلى درجة معينة لا وكأن هذا الطرياق للمشكلة فقط للتذكير أن سلاح حزب الله في سوريا ليس لا علاقة بالنظام السياسي اللبناني سيد حسن صلى عندما يقول نحن قاتلنا في الحشد الشعبي في العراق هذا ليس لا علاقة بالنظام السياسي اللبناني أو أن فيديو يتحدث عن دور لحزب الله موجود في ليبيا كمان لا سأله علاقة بالضل حتى لو تم تغيير النظام السياسي اللبناني لما هو أفضل هذا لا يعني حل المشكلة الأساسية هل تتكلم عنه أي عقد اجتماعي جديد في نقطة أنت تتكلم بالفعل يعني أنا قراءتي المتواضعة تقول هل العقد الاجتماعي يمنى حزب الله من أن يكون في اليمن أنا تكاليف انخراط حزب الله في الصراعات الإقليمية أكبر بكثير من يعني إيجابياته على حزب الله نفسه سي الدولة اللبنانية لا أنا بالعكس أنا برأيي خسر لا لا سيد الحمد نحن تحليلي أنا متخلم عن قاعدة شعبية جدا حزب الله كان ينظر إليه شيء بألفين والآن ينظر إليه بشيء النقطة الأولى النقطة الثانية عندما أتحدث عن حوار يعني نحن ننصر أي عقد اجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار أن الدولة اللبنانية هي الدولة الوحيدة القوة والمشروعية لحمل البندقية أو البنارة من هو غير الموافقة الموضوع عند اللبنانيين جميعا لا نحن نتحايل عن الموضوع بكل صراحة أنا أتحدث بطريقة يعني أنه عندما تحدث عن عقد اجتماعي يعني يا هل ترى هل الموضوع الدولة اللبنانية كما هي عليه في عندك أنت اليوم خلافات جزرية على طبيعة الحقائب كل فريق معين غير راضي عن وضع هذا أنا أتحدث أنه هل بالفعل نحن سكرت نقطة أنا ببعرف يمكن نحن وصلنا إلى لحظة فارقة من خلال تمثيل النخب والشرائح السياسية في العملية السياسية هل يمكن هذه اللحظة التاريخية تكون لحظة إعادة النظر في توزيع هذه اللحظة دكتور فواز لن تحدث في ظل وجود قوة وحيدة تفرض خياراتها على الدولة اللبنانية وعلى المجتمع اللبناني ستحدث إذا تحدثنا عن التدخل خارجي ستتغير إذا هذا التدخل خارجي أو أصبحت هناك قوة أخرى مماثلة بنفس المنهج وبنفس التفكير الطائفي وبنفس النهج العنيف في لبنان وهذه هي الكارثة مع السلساء وبالتالي ستؤدي إلى حرب أهلية ينتهي بعد ويفهم حزب الله والآخرين ممن يساندون أن أي جهاز أو جسم أو عصبة خارج الدولة اللبنانية هي مصدر خطر على الدولة بكاملها والتي قادت إلى هذا ولذلك أتوقع أن حرب أنا في رأيي الشخصي أتوقع أن حرب أهلية قادمة في لبنان إذا استمر حزب الله بهذه السيطرة على هذه الدولة لا سمح الله بس جملة بسيطة هذه يمكن تستفز للأستاذ عبد العزيز حاول نجاعة الإجراءات الخليجية لنوصول إلى هذا الحل حاليا يبدو أن لبنان والشعب اللبناني واللبنانيين الموجودين في منطقة الخليج يدفعون ثمن سلوك لحزب الله اللبنانيين أساسا يعانوا منه هي أولا ثانيا اللبنانيين عندما انتفضوا على هذه الحالة الوصاية السورية وبالتالي كان في موقف لبناني كانوا عراض وحتى النظام الدولي حاليا وحتى يمكن النظام الخليجي الذي حاليا يأخذ هذا أنا حاليا أشكك في هذا الموضوع وضح نقطة على الموقف الخليجي الموقف الخليجي لا يمكن أن يكون بسوء الذي يعمم على اللبنانيين جرائم حزب الله وأن يدفع اللبنانيين المسطة في الخليج والذين لا علاقة لهم بحزب الله الثمن لا يمكن هذا مبدأ أول شيء مبدأ إنساني ومبدأ أساسي في أنظمة الحكمة الخليجية وهي لديها علاقات بالشرائح اللبنانية الشريفة التي هي لبنانية حقيقة تهدف لمصالح لكن قررت أوحت بأن العرب تركي هذا الإحاءات الأخرى يمكن تكون إحاءات إعلامية الأمر الآخر التصريح الرسمي من وزير خارجية السعودي قال أن السعودية ستظل مع لبنان اقتصاديا هي أوقف استعمالها التي في غير ما خصصت له وبالتالي من حقها هي من حقها وليس لمعاقبة لبنان لا يمكن أحد أن يعاقب لبنان على الذنب لم يرتكبه لبنان ارتكبه عصبة مسلحة خارجة عن الدولة اللبنانية يا أخي عبد العزيز أنت طرحت سؤال مهم جدا عن المقترحات كيف يمكن الخروج من هذا النفق ومن ثم أنت ترى أن الحرب الأهلية قادمة في لبنان هذا ليس حال لبناندي هذا توقع بالفعل أنا تفاجأت أنا كلبناني متفاجئ بسعادة على الرغم من كل الأزمات البنيوية أنه عندك نوع من النضوج السياسي عندك نوع من وانا أيضا كتحدث لبناني أنا مش كأكاديمي كمان أريد أقل الخسائر لا أريد المعبد على أن يسقط على رؤوس الكل خلني بس أقول لك إلى متى يستمر هذا النضج وعدم وجود أي عنف في ظل أنه زياد الأزمة الاقتصادية في لبنان سيوجد شرائح أكثر فقيرة وبالتالي وجود نظام سني متعصد متطرف يدعم هذه الشرائح الفقيرة ويقيم حزب الله سني أنت سألت نحن نعيد هي ليست مسألة إدانة أو دفاع هذا ليس السؤال السؤال الرئيسي مقترحات في هذه اللحظة التاريخية مثل الخمسينات والستينات يمكن نقطة أولى لا يمكن الخروج من المأزق اللبناني والسوري والعراقي واليمني إلا من خلال المملكة العربية السعودية مع إيران الدخول في حوار استراتيجي محاولة تردم الفجوة الموجودة في هذا الصراع الحقيقي الذي بدأ يأخذ النقطة الأولى هنا نقطة مهمة جدا إطفاق الحرائق وبرأيي أنا الحرائق المذهبية والسياسية والأيديولوجية نحن الحقيقيقي يعني كما يقول شريانا مربوط بالمشق العربي والصراعات الإقليمية دكتور هذا مفترض لا أكمل لا أقول لك هنا مشكلة مش السعودية وإيران المشكلة إيران السعودية لم تنشئ تنظيما متطرفا في لبنان أو في غيرها أنا لا أقول من هو وراء الشرور التي تحدث في هذه المنطقة أنا لا أحمل المملكة العربية سعودية أنا لا أقول لك أنا أقول أنه نحن سألنا عن دولة لبنانية ودولة سورية وفي حاجة الآن بالفعل إلى ردم هذه الفجوة الحرب الإقليمية الطاحنة التي بدأت شرارتها تأكل الأخضر واليارسة نقطة ثالثة نحن تشير أن المشكلة اللبنانية هي مشكلة أقليمية ليست مشكلة نقطة أولى بس أنا لحن يمكن استفز أنه نحن بالفعل نحن لبنانيين نحن فشلنا نحن عندنا النخبة اللبنانية فشلت أخلاقيا وسياسيا إفلاس سياسي وأخلاقي بكل صراحة إذا تطلع على تركيبة بصنفه الدولة اللبنانية الآن بدراسة الدولة فايلد ستايت دولة فاشلة بكل معنى الكلمة الدولة التي لا يمكن الحقيقة أن تتعامل مع نفاياتها وهذه مع أنها مش هذا هو اللي سبب هذه المشكلة هناك فشل الدولة من الاستقلال أخذنا وقت الياس السؤال الرئيسي نرجع العودة إلى ارتباط الدولة بالإقليم والمسؤولية الأخلاقية والسياسية لنخبطنا مع دور الإقليم بالخروج من هذا المأزق وليس تدخل عسكري في لبنان لأنه تدمير البلد وليس حرب أهلية وأتمنى أن تكون خاطئا ويمكن أن أن تخطئ أرجو أرجو من الله لكن إذا استمر أستاذ الياس الأساس المشكلة في المنطقة هو الإسلام السياسي وإصاباته إيران التي تحرك هذه الأحزاب وداعش وغيره وغيره هي نتاج الإسلام السياسي المتعصر وبالتالي إذا أردت أن لبنان تعود أبعد عن هذه الشرور يعني أنا أكثر ما يطلقني بوقف المساعدات الخليجية للبنان أنه سيترك لبنان فعلا في يد حزب الله وهذا طبعا سيكون له تبعات على بيئة معينة في لبنان يمكن مثل ما قلت أستاذ عبد العزيز سابقا يمكن تتحول إلى مضطرفة تواجه البيئة التي أنشاء حزب الله وهذا أخطر ما يمكن بالعودة إلى ما قلت دكتور فواز على أن نرجع بالنسبة للحل للبناني أنا أقول طبعا ما في شك ومعك حق أن هناك أزمة في البنية السياسية في لبنان إلى علاقة بتركيبته الطائفية إلى علاقة بفشل النظام الديمقراطي في إنتاج عملية سياسية سليمة بس هذا عملية متراكمة لا علاقة لها بالأزمة التي تتكلم عنها حاليا الأزمة الحالية أزمة استثنائية في تاريخ لبنان لم يحصل أن فئة سيطرت على القرار اللبناني كما فعل حزب الله باستثناء المرحلة الفلسطينية التي سيطرت على القرار اللبناني وأدت المعروف إلى ما أدت إليه فيك أيضا يجب الاعتراف بأنه هناك انقسام عربي حول أول حول المقاربة إيران بشكل وحزب الله وحزب الله إيران كمشروع بالمنطقة حتى الآن هناك وجهات نظر البعض يعتبر أنه بعض من العرب يهنئها على المفاوضات التي حصلت وقرارات ويعتبرها أيضا دولة ديمقراطية ويعتبر أن حزب الله هو شيء بإمكان العرب أن يفخروا به وهذا طبعا على مستوى دول ويمكن أيضا على مستوى أحزاب وجماعات يعتبرون أن هذه جزء من اليسار وحزب الله يفخرون بذلك نريد أحسن بهذا الموضوع أما أن تعتبروا لبنان جزءا من هذه المنطقة العربية عليكم أن تقرروا كما قررتوا في الطائف الطائف ليس اختراع لبناني أيضا هذا اختراع إقليمي أيضا الطائف وأما أن تقرروا للأسف دكتور محمد للأسف يعني كانت حلقة جميلة من الرؤى والبحث والتحليل التي تضح منها أن سفينة لبنان تواجه عاصفة قوية مصدرها تبعات تصرفات حزب الله في العالم العربي وخاصة دول الخليج العربية وأيضا الموقف الحازم من قبل الدول العربية لإيقاف هذه التصرفات ناقشنا خلال الحلقة تدعيات هذا القرار الخليجي والعربي من وزراء الداخل العرب والمنتظر أيضا من القمة العربية حول حزب الله هذه التدعيات وضح تماما أن هناك سيناريوهات سيئة ووضح تماما أنها ستكلف لبنان كثيرا ووضح أنه لا رغبة لدى حزب الله أو عند غيره من حل هذه المشاكل وهذه المعضلات التي تعطل وتعرقل من أن يصبح لبنان واحة جميلة داخل هذا المحيط الشرق الأوسط المتفجر بالفعل النقاش الذي الشيق اليوم كان صريحا جدا بالنسبة إلى أن لبنان الحقيقة في لحظة تاريخية فارقة لبنان في عين العاصفة بأن الدولة لم تعد قادرة على التعامل اللعمة شكلها الاجتماعية ولا على قضية الحقيقة وجود قوة عسكرية مهمة ضاربة في لبنان تدخل في الإقليم هذا الواقع الواقع الرئيسي الاختلافات التي كانت موجودة في وجهات الرؤى عن الحلول كيف يمكن الخروج من هذا المأزق هل هو بحوار لبنان لبناني الحوى أو من خلال تدخل إقليمي أو دولي لمنح حزب الله من الاحتفاظ بترسانتها العسكرية رؤيتي المتواضعة كانت أن أي تدخل إقليمي أو دولي الذي ليس موجود طبعا يمكن أن تدمر ما بقية لبناني لبناني وأيضا في محاولة للحل الإقليمي من أجل حياة الوصول إلى مقاربة جديدة تعطي الدولة اللبنانية حصر السلاح فقط في أيدي الدولة اللبنانية لأنه لا يمكن لأي فريق أو فصيل في دولة معينة أن يملك أسلحة أسلحة خارج من الإطار الرسمي والمؤسساتي بالتالي ما يحدث يعني يوجه كل أصابع إلى التدخل من طرف إيران وهي التي تعتبر أن حزب الله ممثل لها وأداة لها في لبنان وبالتالي يجب على اللبنانيين أيضا أن يتحاوروا مع القوى الإقليمية وأولها إيران بأن يصبح لبنان منطقة معزولة تماما عن التدخلات الإقليمية والدولية وأن يتفرغ الشعب اللبناني لبناء بلده خاصة أن الظروف الاقتصادية المقبلة سوف تكون أسوأ ما هي عليه لن يقدم أحد بعد الآن في المستقبل أي دعم للبنان مدام أن هذا الدعم يذهب إلى حزب الله الذي يمارس كل أنواع التعدي والفتن والتحريض ومد الدول وعصابات في الخليج بالأسلحة والمتفجرات وقوفها بجوار الحثيين هناك عدة أشياء يستغرب أي شخص ينظر إلى أنها ضد مصلحة لبنان وعلى رغم ذلك يقوم بها حزب الله بدون مواربة بل بفخر النقاش اليوم في هذه الحلقة أجمع وبكل قضية تحليلية على أن هناك استفاف سياسي خطير وضع سياسي خطير أزمة بنيوية أزمة بنيوية تتعلق بالمجتمع والدولة إعادة الحقيقة بناء الدولة كيف يمكن ردم هذا الاستفاف السياسي الخطير كيف يمكن ردم هذه الفجوة خلال الحلقة أنا ما شفت ولا أنت طرحت مسألة العقد الاجتماعي الجديد لكن أيضا الأخوة معنا الدكتور محمد قواص والاستاذ لياس حرفوش غير متفائلين لا أفضل بالعكس الحقيقة أجمع الأستاذ لياس والاستاذ محمد لياس حرفوش ومحمد قواص على أن التدخل الإقليمي أو الدولي هو الحقيقة الأداة الوحيدة التي سوف تؤدي إلى الخروج من هذا المأذى وأنت اعتبرت خطر أنا اعتبرت الحقيقة بغض هو الحقيقة قرار تدميري يمكن أن يدمر ما بقي من المؤسسات المشلولة السؤال الرئيسي للمواطن العربي واللبناني كيف يمكن الخروج من هذا المأذى البنيوي بأقل الخسائر كيف السياسة هي فن الممكن وأي هل الأطراف اللبنانية تفهم هذا الممكن الممكن عندها هي استغلال الفرص السياسية التماحك الذي يتم عدم وجود دولة قوية ولكن بالفعل النخبة اللبنانية على الرغم من إفلاسها السياسي والأخلاقي نجحت في إدارة الصداع هناك نوع من النج السياسي إن شاء الله بدون شكرا جزيلا اشتركوا في القناة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة